بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تجملنا بالإيمان وتكملنا بالتقوى والإخلاص يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا جليل القدر يا رفيع الشأن أن ترفع أقدارنا بالإيمان وأن تعلي شأننا بالقرآن اللهم انصر هذه الأمة واكشف بفضلك هذه الغمة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني اللهم يا رب فعل بنا عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولاي ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ويا غوث المستغيثين ويا منتهى رغبة الراغبين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف السوء وأرحم الراحمين وإله العالمين منزول بك كل حاجة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نتحدث فيها عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن اسم الله تعالى الكريم فسبحان ربي الجواد الكريم المتفضل على العباد ابتداء من غير استحقاق سبحان ربي الحنان المناني ذي الطول والإنعام غافر الذنب وقابل التوب وواسع المغفرة سترى عيوب عباده تفضلا منه وكرما مع سوء صنيعهم وعظيم جحودهم سبحانه لا نحصي ثناء عليه ولا نوفيه حق قدره ولا نستطيع حصر نعمه وفضله فله الحمد كله وله الثناء كله وله المجد والعزة والإكرام تأملوا معي أيها الإخوة الأحباب هذا الحديث الشريف وهذه القصة التي تظهر لنا عظيم فضله وواسع كرمه روى سعد بن بلال قال يؤمر يوم القيامة بإخراج رجلين من النار فيقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد ويأمر بردهما إلى النار فيعد أحدهما في سلاسله حتى يقتحمها ويتلكأ الآخر فيأمر الله عز وجل بردهما ويسألهما عن فعلهما فيقول الذي عدا إلى النار قد حذرت من وبال المعصية فلم أكن لأتعرض لسخطك ثانية ويقول الذي تلك حسن ظني بك كان يشعرني أنك لا تردني إليها بعدما أخرجتني منها فيأمر الله عز وجل بهما إلى الجنة فأي كرم وأي فضل أعظم من فضله وكرمه وعفوه والمغزى واضح من هذه القصة بلا شك فالرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من خلال هذه القصة يريد أن يلفت أنظرنا إلى عظيم كرمه سبحانه وتعالى وأن نحسن الظن بالله فالله سبحانه وتعالى أمر بإخراج رجلين من النار ليكون عبرة لمن يتأمل ثم أمر بردهما مرة أخرى وهو في كل الأحوال لم يظلمهما حاش لله أن يظلم أحدا لكن لكي نرى ونعاين ونرى النموذجين المختلفين فأما الأول فجرى رغم أنه مربوط في السلاسل وفي القيود بينما الآخر يعني مشى وهو يعني يؤمل أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه فكان يتلكى وكأنه يعني لا يريد أن يصل إلى نهاية الطريق فأمر الله سبحانه وتعالى بردهما ثم سألهما سأل كل واحد عن سبب فعله فأما الأول فقال يا رب قد جربت وبال ومغبة المعصية وشؤمها ومن ثم لا أريد أن أتلكأ وقد حذرت مما حدث لي لأني رأيت النار بأم عيني وما أوردني النار إلا يعني شؤم المعصية ولذلك لا أريد أن أعصيك أبدا بعد ذلك وأما الآخر فلما سأله الله سبحانه وتعالى عن سبب تلكؤه فقال يا رب ظني بك أنك كريم وجواد وأنك لا تعذبني بما أنك أخرجتني من النار فلن تردني إليها فأمر الله سبحانه وتعالى بردهما إلى الجنة يقول الزجاج الكرم هو سرعة إجابة النفس يقال هو كريم الخلق وكريم الأصل ويقال جوزة كريمة أي هشة المكسر وكأن سرعة انكسارها وهشاشتها جعل إجابة منها فشبه بها الكريم من الرجال إذ كان سريعا إلى الخيرات هذا هو الأصل في اللغة والله تعالى سبب كل خير ومسهله فهو أكرم الأكرمين ولسمه تعالى الكريم أكثر من معنى حيث يوصف الشيء النفيس ذو القدر العالي بأنه كريم وليس هناك أعلى قدرا ولا أعظم شأنا ولا أشرف منزلة من الله تعالى فهو المستحق وحده صفات الجلال ونعوت التعالي والكمال وقد يستعمل الكرم في سياق العفو وإيثار الصفح عن الجاني والإحسان للمسيء والصدق بالإنعام فيقال هو كريم السجاية جزيل العطاية ولا يوجد من هو أكرم عفوا ولا أعظم صفحا ولا أجزل إنعاما وإحسانا من الله عز وجل فهو المحسن الحق المنعم على جميع خلقه من غير استحقاق وما أهد كرم وحسن فعال وإجزال إنعام وإفضال وعدل أحكام وتجاوز عن الذنوب العظام إلا من كريم الذات كريم السجاية لذلك كرمت أفعاله وقد يكون الكرم عبارة عن الجاه والسؤدد ويظهر أثر ذلك في بدل المعروف وانتحال المحمود من أخلاق وصفات وقد يكون الوصف بالكرم عبارة عن طيب الأصل وعلو النسب وقد يكون وصف الكرم عبارة عن حسن التأتي للخيرات وانتحال المحمودات فعالا ومقالا كما يتضمن اسمه تعالى الكريم معنى القدرة فلا كرم بلا قدرة ويشمل كذلك الصفح والمغفرة لأن القدير هو الذي يملك العفو والغفران ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع فالله تعالى هو الكريم المطلق عظيم الشأن عالي القدر كثير الإحسان ذو الطول والإنعام لا يقدر على قضاء حوائج الخلق ومحو ذنوبهم جميعا سواه فإذا كان الكرم بمعنى الشرف والطهارة فهو غير حاصل إلا لله سبحانه وتعالى لأنه هو الموجود الواجب الوجود لذاته المنزه عن قبول العدم بوجه من الوجود وإن فصرناه بمعنى العزيز فالعزيز المطلق هو الله سبحانه وتعالى وإن فصرناه بالذي تكثر منافعه وفوائده فهذا لا يصدق إلا على الحق سبحانه لأنه هو المبتئ لوجود جميع الممكنات والموجد لكل المحدثات وكرم الله تعالى له صور كثيرة ومتعددة يصعب حصرها والإحاطة بها فهو اللطيف بعباده الرحيم بهم المحسن إليهم الغفور الودود خلقهم في أحسن تقويم وسخر لهم ما في الأرض جميعا وأنزل عليهم شرائعه وكتبه وأرسل لهم رسله حتى لا يزيغوا ولا يضلوا ووعدهم جنات عرضها السماوات والأرض وأعد لهم فيها نعيما مقيما فهو يضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويقبل القليل ويتجاوز عن الكثير ولا يمنع إحسانه المكذبين والعصاه بل يكرمهم ويمهلهم ويمد لهم ويقبل توبتهم فقد يعص العبد ربه مئة عام ثم يتوب فيتوب الله عليه ويدخله الجنة وأي كرم أعظم من أن العبد إذا هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة وإذا هم بحسنة وفعلها كتبت له عشرة والله يضاعف لمن يشاء وإذا هم العبد بسيئة ولم يفعلها لم تكتب عليه وإذا فعلها كتبت سيئة واحدة كما أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهل رأيت مثل جوده وكرمه فسبحانه هو الحليم الكريم فكل شيء يأتي عليه الإحصاء والفناء وصفاته وكلماته ومقدوراته لا تبيد ولا تفنى أبدا وسأل أعرابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من يحاسب الناس يوم القيامة يا ابن عباس فقال ابن عباس الله عز وجل فانفرجت أسيرير الأعرابي وعلت وجهه ابتسامة عريضة ثم صاحق إلا نجوت إذن ورب الكعبة فسأله ابن عباس عن سر ثقته بالنجاة فأجابه الأعرابي لأن الله هو الكريم والكريم لا يدقق في الحساب فهو إذا قدر عفى وهذا المعنى ليس ببعيد عما ذكره الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الشريف إن ربكم عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أي دون أن يحقق له ما أراد فسبحان ربي الكريم الذي إذا قدر عفى وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفى عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن الوسائل والشفعى سبحانه هو الكريم المطلق الذي يصل إحسانه وفضله إلى جميع خلقه ومن عظيم كرمه تعالى أنه رفع الحرج عن عباده قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل عليكم في الدين من حرج أي لم يضيق عليكم وقبل منكم الكفارات وأباح لكم الرخص فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه الإمام أحمد فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها والمؤمنون يستعينون بها على عبادته فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله كما قال في حديث القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ومن جميل ما قيل في تفسيره قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما قاله الإمام القشيري رضي الله تعالى عنه في لطائف الإشارات حيث يقول معناه ما خدعك وما سول لك حتى عملت بمعاصيه ويقال سأله هذا السؤال وكأنما يلقنه الجواب يقول غرني كرمك ولولا كرمك لما فعلت لأنك رأيت فسترت وقدرت فأمهلت طبعا ليس المقصود استسهال المعصية أو شيء من هذا القبيل لكن الإمام القشيري يتبع ذلك وإحنا المشكلة أحيانا في بعض الناس أنهم يجتزئون ويقتطعون بعض العبارات لأنه يقول بعد هذه العبارة مباشرة يعني بعدما المؤمن وكأنه يقول غرني كرمك يقول إن المؤمن وثق بحسن إفضاله فاغتر بطول إمهاله فلم يرتكب الزلة لاستحلاله ولكن طول حلمه عنه حمله على سوء خصاله فالشاهد أن الإنسان أو لا يغطر بكرم الله عز وجل حتى يقدم على المعصية هذا يكون يعني من الفهم السقيم وإنما هذا الكلام وهذا الجواب يقال لمن أذنب وأصرف في الذنب ثم يعني تاب إلى ربه وأناب فيقال له إن باب التوبة مفتوح وإن الإنسان مهما يعني فعل ولو بلغت ذنوبه عنان السماء كما جاء في الحديث الشريفة ثم أتى الله تائبا مستغفرا لقبل الله منه هذه التوبة لكن أحيانا بعض الناس يعني يقتطع جزءا ويكتفي به وهو بذلك يعني لا يعني يكون أمينا في نقل العبارة على يعني مجملها حتى يكون الكلام واضحا كما أراده صاحبه ومن شعر الإمام القشيري في هذا الباب يقول يقول مولاي أما تستحي مما أرى من سوء أفعالك قلت يا مولاي رفقا فقد جرأني كثرة أفضالك وقد يفهم البعض هذا الكلام على نحو خاطئ تماما فيظن أن الإمام القشيري يهون من شأن المعصية أو استسهالها كلا فالذي يطالع كتابات الرجل ويقف على حقيقة فكره ومعتقده يجد أنه أبعد ما يكون عن ذلك لكن السياق الذي يتحدث عنه هنا هو سياق الرحمة والكرم والعفو فاقتضى أن يظهر من صفات الله تعالى ما هو أهل له وأكثر وعندما يقتضي السياق التخويف والانقباض فإنك تجد عباراته تجسد هذا المعنى وتحذر القارئ من الاغترار برحمة الله بدون عمل نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الظن به ومن دلائل كرمه تعالى ولطفه بعباده أنه يسمع دعاءهم وأنينهم ويكشف كرباتهم ويتقرب إليهم ولا يخذلهم رغم عصيانهم وتجافيهم يقول عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يقول المفسرون ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجابله فإن كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه الله إياه وإن لم يكن له رزقا في الدنيا ذخره له إلى يوم القيامة ودفع عنه به مكروه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ومن عظيم كرمه وفضله عز وجل على المسلمين وعلى العالمين أنه أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء فيه الخير والسعادة والنجاة والرشد لمن تلاه وتدبره وعمل به واستمسك بما جاء فيه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقد وصف الله تعالى كتابه بهذا الوصف لأنه كلام رب العالمين الذي يضاعف الله به الحسنات ويمحو السيئات وهو قرآن كريم لأنه يدل على مكارم الأخلاق وهو قرآن كريم لأنه من عند رب كريم على رسول كريم وعلى لسان ملك كريم هو كتاب كريم حسن مرضي في جنسه من الكتب عظيم الفوائد جم المنافع وهو كتاب كريم على الله وهو كريم لأنه يقود إلى معالي الأمور وشريف الأفعال وزاخر بالقصص والعبر والعباط والأحكام التي يحتاج إليها المسلم في معاشه ومعاده وقيل سمي كريما لأن يسره يغلب عسره هذا يعني من نفيس ما قاله الإمام الزمخشري في كتاب الكشاف ومن أعظم نعم الله على عباده وكرمه الذي لا حدود له تفضله عليهم وتشريفه لهم يوم القيامة بالنظر إلى وجه الكريم قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فعن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء في تفسير الإمام الطبري وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم فاصرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عندي عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يثق الموازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ولو رحنا نستقصي مظاهر كرم الله ولطفه لما وسعنا المقال وقد جمع بن برجان الأشبيلي جملة من هذه المظاهر التي فتح الله بها عليه ننقل هنا بعضا منها ويعني فضلت أن أبقي عليها كما هي قدر المستطاع لأن هذا الرجل يعني يمتاز بعباراته الجميلة والبليغة والتي تشعر فيها يعني بأنها نابعة من قلبه ومن روحه يقول رحمه الله وتكلموا في الكريم من هو وما هو وبما يسمى كريما فمن قائل الكريم هو الذي لا يحوجك إلى وسيلة ومن قائل الكريم هو الذي لا يسأل من أعطى وإلى من أحسن ومن قائل الكريم الذي لا يحوج أن ترفع إليه الحوائج يعني ما بينتظر أن حد بيرفع إليه الحوائج بل هو الذي يبادر وقيل الكريم الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجى إليه وقيل الكريم الذي إذا أبصر خللا جبره ولم يظهره وإذا أولى فضلا أجزله ثم ستره وقيل الكريم الذي إذا أذنبت اعتذر عنك وإذا هجرت وصلك وإذا مردت عادك وإذا وافيت من سفرك زارك وإذا افتقرت أحسن إليك وقيل الكريم الذي إذا عفى عن عبد عفى عن من عمل بتلك المعصية وعن من كان سميا له وهذه جميعا يعني هذه الأشياء الجميلة التي ذكرها ابن برجان موجودة ومأخوذة من كرم الله عز وجل ويعني الحقيقة لا يستبعد مع كرم الله عز وجل شيء فهو الذي يمحو الذنوب ويغفر الزلات ويعني يجبر الكثير ويتقبل من العبد القليل ويجازيه بالكثير من الحسنات ورفع الدرجات على أنه ينبغي على العاقل ألا يغتر بكرمه وحلمه وصفحه فيدمن على المعاصي والذنوب لأن هذا يتنافى مع تعظيمه وإجلاله لربه وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن فطنة العلماء والعباد أنهم كانوا لا يطمعون الناس بذكر صفات الكرم والرحمة وحدها ويتركون التخويف والترهيب بل كانوا يجمعون بينها حتى يزدجر العاصي ويتوب لربه فعن عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبيد قال رأيت سعيد بن جبير وهو يأم الناس في رمضان يردد هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يعني يظل يرددها ويكررها مرارا ثم يتبعها بهذه الآية الكريمة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يرددها مرتين أو ثلاثة ولأن المسلم بالأساس يحرص على معرفة أسماء الله الحسن للتعبد والطاعة والتخلق فقد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق تعبدا وطاعة وامتثالا وتخلقا بمعاني هذه الأسماء فقد كان مثالا للكرم والجود وسخاء النفس وصفه أصحابه بأنه كان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في شهر رمضان فهو لم يرد محتاجا أو طالب حاجة قط فقد جاءه رجل يشكو سوء حاله فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي أي أنه يسدد عنه فإذا جاءنا شيء قضيناه أي أعطيناه لصاحب الدين فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد أعطيته من قبل فما كلفك الله ما لا تقدر فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرك ومن تلك المواقف التي تبين كريم طبعه وعظيم خلقه وسماحة نفسه ما حكاه عنه المولى عز وجل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فقوله تعالى عرف بعضه أي أعلم به وأنبأ عليه وأعرض عن بعض أي تكرما وحياء وحسن عشرة قال الحسن مستقصى كريم قط وقال سفيان ما زالت تغافل من فعل الكرام وبعض أزواجه المقصود هنا هي حفصة بنت عمر بن القطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعدل عن ذكر اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيان وإنما المراد العلم بمغزى القصة وما فيها مما يجتنب مثله أو يقتدى به وكذلك لم يذكر من التي أصرت إليها حفصة بالحديث وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها يقول ابن عاشور في تفسيره الموسوع المعروف وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته هو من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم في معاتبة المفشية وتأدي بها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه وما زاد على المقصود من العتاب قد يقلب العتاب من عتاب إلى تقريع إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحسان أما الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكان وحظ العبد من هذا الاسم الجليل أن يتقرب إلى ربه بهذه الصفة التي يحبها الله عز وجل فيكرم عباده ويحسن إليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه الإمام البخاري وعن عمر بن ميمون قال لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه وقال إن هذا هو الكريم على ربه عز وجل يعني سيدنا موسى على مكانته يقول لما رأى قرب هذا الرجل من الله عز وجل منزلته يعني قال إن هذا هو الكريم على ربه عز وجل فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبر وقال أحدثك من أمره بثلاث كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضله وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة يعني السبب الذي يعني أو الأشياء التي بسببها نال هذا الرجل هذه المكانة وأصبح كريما على الله ومنزلته منزلة يعني عظيمة من الله عند الله عز وجل أنه لا يحسد الناس على ما آتهم الله تعالى من فضله وأنه لا يعق والديه وأنه لا يمشي بين الناس بالنميمة وتأملوا مع هذه القصة أيها الإخوة الأحباب فقد حكي عن بعض الأكارم أنه نظر ذات يوم من شرفة قصره رجل غني وكانت يعني مرأة عجوز ملاسقة له في هذا القصر فوقع بصره عليها فرآها في ثياب رثة وتتوضأ من جرة من خزف فقال في نفسه عجوز من جيرتي وأنا عندي كل هذا المال وهذا الثراء وهذا الغنى وليس عندها ثياب قيمة ولا وعاء تتوضأ فيه من نحاس ثم فكر وقال إن أمرت لها بشيء وحدها فإنها تخجل وتعلم أني قد اطلعت عليها فأمر بأن يعطى كل واحد من جيرانه وعاء وثيابا وأرسل خادمه فأعطى جارته هذه الأشياء فأخذتها منه ولم تشعر بخجل لأنه لم يخصها وحدها بالعطاء رغم أن هي فقط التي تحتاج إلى هذا العطاء لكن الرجل من سماحة نفسه ومن نبله فضل أن يرسل إلى كل جيرانه حتى لا يشعرها بهذا الخجل وما أكثر المواقف التي تؤكد على عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم وأن الكرم فيه سجية وخلق وطبع أصيل لا تؤثر فيه الظروف ولا غير الزمن فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويتصدق بأكثر ماله وكان يشفق على الفقراء والمساكين ويستقبل صحابته في بيته بأريحية ورحابة صدر مهما طال مكوثهم عنده ويخفض جناحه للمؤمنين كبيرهم وصغيرهم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا ووصفه علي بن أبي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة والذي يريد أن يقف على جانب من كرمه وعظيم خلقه وشمائله فليرجع إلى كتاب القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فهو من أنفس ما كتب في هذا الباب ولا شك يعني أننا نعلم جميعا أن الكرم كان من أهم شيء العرب حتى في الجاهلية فيعرف العرب بكرمهم جاء الإسلام وأبقى على هذه الأخلاق وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا لأن الإنسان ممكن يكون كريما لكن الأسباب يعني دنيوية بحتة حب السيادة والإشادة به من قبل الناس أو غير ذلك من الأسباب لكن الكرم في الإسلام أصبح جزء من عقيدة المؤمن فهو كريم لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالإحسان وبالبر وهو يتقرب من ثم بهذه الأعمال فلذلك كان العرب يعني قبل الإسلام يسمون كل صفة محمودة كرما أو الكرم يعني حتى شجرة الكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقصد بذلك أصالة النسب ويقال فلان كريم الطرفين وقد يطلقون لفظ الكريم على الصورة الحسية قال تعالى عن نسوة يوسف إن هذا إلا ملك كريم يعني جميل الصورة حسن الخلقة يطلقون لفظ الكريم على الشيء العزيز أيضا قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا يظنن أحد أن الكرم هو بذل المال فحسب ولكنه أوسع من ذلك وأكبر فالصفح والتجاوز عن أخطاء المسيئين هو نوع من أنواع الكرم والتواضع والرحمة والتغافل والحلم وغير ذلك هو من كرم النفس وجميل الخصال قال الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن قول اللئيم تكرما وقال الآخر وإذا الكريم أتيته بخديعة ولقيته فيما تروم يسارع فاعلم بأنك لم تخادع جاهلا إن الكريم بفضله يتخادع يعني هو يتغافل وليس غافلا عن تصرفك وقد ورد اسمه تعالى الكريم في القرآن الكريم مرتين اقترن في المرتين باسمه تعالى الغني أما الأولى فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رعاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وأما الآية الأخرى فهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فالآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى غني عن أعمال جميع خلقه وهو كريم كثير الخير والإحسان والفضل يعم بذلك كل خلقه سواء كانوا شاكرين أو كافرين غير أن الإنسان العاقل يعلم أن الشكر يعني مدعاة لجلب مزيد من النعم بينما كفر النعم وجحودها هو من دواعي زوالها يقول تعالى لئن شكرتم لأزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد طبعا هنا إن عذابي لشديد قد يكون العذاب اللي هو الوعيد بالعذاب في الآخرة وأيضا بالتضييق في الدنيا لأن يعني العذاب له معاني ورد يعني تعددت معانيه في القرآن الكريم بحسب السياق فقد يكون العذاب في الآخرة وهو يعني الذي ينصرف إليه المعنى في أكثر الآيات وقد يكون العذاب بالتضييق من أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكة فهذا من العذاب عدم نزول المطر من العذاب ابتلاء الناس في أرزاقهم في صحتهم كما نرى يعني هو أيضا من العذاب والعذاب المقصود به أن يعود الإنسان إلى ربه ويستغفر لكن الذي يحدث أن أكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس لا يؤمنون فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرشدنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصرف عنا ما نحن فيه بفضله وكرمه اللهم آمين وأن يعيننا على طاعته وعبادته وشكره اللهم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم شملنا بعفوك وكرمك والطبنا فيما جرت به المقادير وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا سيئاتنا وضاعف حسناتنا فأنت الكريم ولا كريم سواك اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وارضى بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك محمد صلوات ربي وسلامه علي النبي الأمي الرسول الأمين وأعطهي يا رب المقام المحمود يوم الدين اللهم إني أعوذ بك من حدة الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب ومن طعاة الذلة اللهم إني أعوذ بك من مباهات المكثرين والإزراء على المقلين وأعوذ بك أن أنصر ظالما أو أخذل مظلوما وأن أقول في العلم بغير العلم أو أن أعمل في الدين بغير يقين اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك من اتباع قطوات الشيطان وشركه في المال والأهل وقبول أمره في السوء والفحشاء اللهم إني أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأسألك حسن الاختيار وصحة الاعتبار وصدق الافتقار أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالأمور وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء ووصف الإنسان بالكرم بلا شك مهما كان كرمه وجوده هو من باب المجاز وذلك لأن اكتسابه لهذه الصفات يكون بشيء من التجمل والتصنع والتكلف فمهما وصف العبد بالكرم يبقى ناقصا بالإضافة إلى الكريم المطلق وأولى الناس بالتحلي بهذه الصفة الكريمة والجميلة هم المؤمنون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا يا رب بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سنّى بسنّة والتبع حداه إلى يوم الدين أيها النخبة المباركون كالعادة سعادة أخي وصديقي الرجل الخلوق رجل العلم العميق سعادة الأستاذ الدكتور وجيه عقوب لا يترك لنا مجالا بعده أن أتحدث فيه فهو يثري الموضوع من جميع الجوانب وجزاه الله عنا خيرا وبارك الله فيه وجزاء الحقيقة يتحفنا كل أسبوع باسم من أسماء الله الحسنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يثيبه وأن يجزاه عنا خير الجزاء بسم الله الكريم هذا الإسم من الأسماء المحببة المحببة إلى النفوس المؤمنة فهم متقلبون في نعيمه ليل نهار فلا كرم يسمع على كرمه ولا إنعام يرقى إلى إنعامه ولا عطاء يوازي عطاءه له علو الشان في كرمه يعطي ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء بسؤال وغير سؤال يعفو عن الذنوب ويسر العيوب ويجاج المؤمنين بفضله ويمهل المعرضين ويحاسبهم بعدله فما أكرمه وما أرحمه وما أعظمه ورد إسم الله الكريم في آيات كثيرة في القرآن الكريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ويقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ومن شكره فإنه يشكر لنفسه ومن كفره فإن ربي غني كريم اقرأ باسم ربك الأكرم هذه آيات وردت كثيرة وذكرها أيضا أخي سعاد الأستاذ دكتور وجيه جزاء الله خيره ومن أجمل ما قرأت ما كتبه الغزالي عن اسم الله تعالى الكريم هو الذي إذا قدر عفى وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاة ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي عاتب وإذا جفي عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به وألتجى ويغنيه عن الوسائل والشفعة فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط فالكريم هو كثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه الجامع لأنمع الخير والشرف والفضائل فالكريم اسمه جايم عنه كل ما يحمد طبعا هذه خواطر يعني أردت أن أضيفها وإلا أخي سعادة الأستاذ الدكتور وجيف أفاض علينا أنا سؤالي يا أخي دكتور وجيف عن اسم الله الكريم هناك ما نسمى أيضا بالكريم كيف وهو لا يصل إلى طبعا كأكرى بالله كيف إذن نضفي هذا الاسم أو هذه الصفة على خلق من المخلوق وهو أنا في نظري لا يستحقه في اسم الكريم لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك وشكرا دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب والغالد كر محمد والنخبة الكرام وكل عم وأنتم بخير وربنا يا رب في هذا الشهر الكريم يتفضل علينا يعني بأن يغفر لنا ويتقبل منا ويعني لا نخرج من هذا الشهر يعني إلا وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنا ونظر إلينا فعفى عنا اللهم آمين وكما تفضلت يا دكتور محمد هي فعلا حقا يعني لا يغصف حقيقة بهذه الصفة إلا الله سبحانه وتعالى لكن على سبيل يعني المجاز بيغصف الإنسان بأنه كريم لكن الكريم بالألف واللام هو الله وحده والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فبالتالي لنا يعني في رسول الله أسوة حسنة والرسول يعني هو أكرم الأكرمين بالنسبة للبشر والله سبحانه وتعالى هو الكريم المطلق فلذلك يعني النسبة تقولها على سبيل المجاز والله سبحانه وتعالى خلقنا وجعلنا متفاوتين في الكرم طبعا هناك الكرم المادي وبيكون ثقيل على النفس أحيانا وأنا الكرم النفس والسخاء به يعني له وجوه كثيرة كما يعني ذكرنا في الحلقة نسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا من عباده الأسخياء وأهل الكرم وأن يعاملنا بكرمه وعفوه وجوده وبما هو أهل له لا بما يعني نحن أهل له وجزاكم الله كل خير وربنا يتقبل منا ومنكم اللهم آمين يا رب العالمين